أكد وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي أن الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة كثفت جهودها لاستقبال ديوف مصر في قمة المناخ كوب 27 وقال وزير الطيران المدني أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطاري القهرة وشرم الشيخة وتشكيل فرقي عمل بتنصيق بين جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني وجميع الجهات المعنية لتقديم كفة التيسيرات لديوف مصر بما يعكس قدرة وإمكانيات الدولة المصرية ووجه وزير الطيران المدني بضرورة تقديم كفة التسهيلات وأعلى جودة من الخدمات لديوف مصر المشاركين في قمة المناخ لكي يخرج المؤتمر بصورة مشرفة طليق بمكانة مصر